وامجدها فوقها من زمن اهلا ومرحبا بكم من جديد قام وفد من جمعية سفراء التراث برئاسة المهندس طلال الشرهان بزيارة محافظة الزلفي وذلك بهدف التعريف بتاريخ هذه المحافظة وتراثها الاصيل بدعم ومباركة من وزارة الثقافة وهيئة التراث ودعما لرؤية المملكة عشرين ثلاثين في تعريف جميع فئات المجتمع بتاريخ كل المناطق في مملكتنا الغالية حيث شملت هذه الزيارة زيارة ابرز الاماكن التاريخية والاثرية بمحافظة الزلفي ومنها المطل الشرقي وجادة البعاري في منتزة الزيتون ومتحف خليف العيد الجيولوجي والمطل الغربي وعينج زرى وقرية المنسف وجامع الملكة عبدالعزيز وغيرها من الأماكن التراثية في محافظة الزلفي وهي الحديث أكثر حول جمعية سفراء التراث وأيضا زياراتها لكافة مناطق المملكة يسعدنا يكون معنا في الأستوديو المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث مهندس طلال حياك الله معنا في المجد الوطن حياك الله طال أمرك أخي أبي العزيز أنا أمسي عليك ومسي على المشاهدين الكرام وأنا أشكر حقيقة قناة المجد بتاعتنا الفرصة بالتحدث عن تراث الوطن في حقيقة البرنامج المميز والرائع المجد للوطن ونحن سعيدين بوجودك مهندس طلال بداية قبل أن نتحدث عن الزيارة لمحافظة الزلفي والأماكن التاريخية والتراثية ودينا نتعرف في البداية عن جمعية سفراء التراث متى بدأت وكيف تقوم أعمالها جمعية سفراء التراث أنشئت من حس وطني من بعض حقيقة أبناء هذا الوطن المخلص الذين حقيقة عندهم شغف وطموح وحب بأن يصل حقيقة هذا التراث إلى جميع مناطق المملكة وإلى جميع فئات المجتمع حقيقة أنشئت هذه الجمعية حقيقة بأهداف أصيلة نتكلم عن حقيقة قبل أن أتكلم عن الأهداف خليني أتكلم عن حقيقة مواكبة أنشئت هذه الجمعية مواكبة مع رؤية المملكة عشرية ثلاثين وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ويرعاه بحقيقة المحافظة والعناية على هذا التراث والأرث الثقافي الكبير الذي حقيقة تكتنس فيه أرض المملكة العربية السعودية من حضارات وعمق تراثي كبير فعندنا حقيقة أربع أهداف أصيلة الهدف الأول أنه إيصال هذا الأماكن التراثية والعثرية في جميع مناطق المملكة إلى جميع فئات المجتمع كذلك إبراز مثلما تفضلته إنجاز إنجاز حقيقة وزارة الثقافة وأيضا هيئة التراث يعني عنده منجازات كبيرة خلال الفترة الماضية تم اكتشاف حقيقة أماكن تراثية قديمة عمق حضاري كبير تتكلم عن مئات أو يمكن آلاف السنين فهذه لابد أنه تمرز إلى المجتمع السعودي وأيضا لكي يصل هذا التراث العميق والأصيل إلى الآخر ونحن نعلم بالآخر إلى حقيقة إلى يكون أنه عقليمي وكذلك عالمي وكذلك عندنا من الأهداف الأصيلة في هذا اللي هو الاعتزاز بالهوية الوطنية وحقيقة يعني أنه نؤصل في هذا المجتمع هي العدات والتغاليد وكذلك الحرف والحرفيين في جميع مناطق المملكة جميل ماشاة تبارك الله وهذه الجهود التي بالتأكيد تساهم في المحافظة على التراث وأبرز المعالم التاريخية وأيضا إيصالة مثل ما ذكرت إلى جميع الأصعدة جمعية سفراء التراث يبدو لي أنها حديث التجربة وبالتأكيد الاهتمام الذي شهدناه منذ بداية يعني تكثيف الجهود من قبل وزارة الثقافة وهيئة التراث الكواليس الأولى لبداية الجمعية ونشأتها وإيصال هذه البرامج إلى الجميع كيف بدأت؟ حقيقة الجمعية مثل ما صلفنا أن الجمعية واعدة الجمعية لها أهداف استراتيجية كبيرة حقيقة نتكلم عن أهداف استراتيجية من 22 إلى 27 نتكلم من عام 2022 إلى 2027 عندها أهداف حقيقة استراتيجية نوعية أهداف قصيرة المدى وأيضاً أهداف بعيدة المدى ومن الأهداف التي حقيقة يعني بدأت ولله الحمد بدأنا حقيقة في أول مشروع من مشاريع هذه الجمعية وهي الزيارات الميدانية يعني الجمعية لديها حقيقة 25 مشروع جميل ومن المشاريع النوعية التي حقيقة تستأدف يعني مختلف الفئات وشرائح المجتمع ومنها حقيقة ما قمنا فيه قبل سبعين إلى زيارة يعني الانطلاق أول مشروع من مشاريعنا وهو زيارة الزيارات الميدانية حقيقة إلى أحد المناطق القريبة وهي من المناطق النجدية أو يسمونها من محافظات الرياض والتي حقيقة حصلنا عليها من موافقة 25 زيارة من وزارة الثقافة وأيضاً دعم وتشجيع من هيئة التراث بأن نزور حقيقة المناطق محافظات الرياض والنجدية لسببين السبب الأول حقيقة يعني أنت عارف أن مناطق الرياض أو محافظات الرياض حقيقة لها عمق استراتيجي وتاريخ عريق وأصيل اثنين نلقى بحنا في جمعية سفرات التراث أنه حقيقة نشاهد عن قرب والوقوف على حقيقة الأماكن التي زارها الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لحقيقة إيصاله إلى حقيقة شريحة كبيرة من المجتمع بطريقة جذابة وسهلة وحقيقة يعني نشأت في جميع التواصل الاجتماعي في جميع وكذلك أيضاً القنوات وأيضاً الصحف الإلكترونية والصحف الوراقية جميل جداً وبحديثك عن مشاريع سوف أأتي لها بعد قليل بإذن الله عن مشاريع التي تقوم بها الجمعية على كافة الأصعدة لكن ذا سمحت لي عن زيارة محافظة زلفي وهي باكورة وأولى الزيارات التي تقوم بها الجمعية لماذا أولاً بدأتم بالزلفي وماذا بعد الزلفي المخطط له في قادم الأيام حقيقة عشنا أول خليني أوصف لك عشنا أيام جميلة في منطقة الزلفي وهي محافظة الزلفي الزلفي لماذا اخترناها الزلفي أول شيء ذكرها الشعراء تتكلم من ألاف السنين بل مئات السنين تتكلم عن المكان الجغرافي لها الزلفي ما يميزه حقيقة أن موقعها جغرافي يربط الشرق بالغرب ويربط الشمال في الجنوب وكذلك بوابة الرياض يعني قبل يعني تتكلم عن مئات السنين تتكلم عن الوفود وكذلك الرحالة ليأتون من حقيقة من دول المجلس التعاون ومن دولة العراق يأتون إلى مثلا إلى الحج أو العمرة يأتون من بوابة الزلفي الموقع استراتيجي هذا واحد الزلفي ذكرها حقيقة المررخون ذكرها الشعراء ذكرها الباحثون تتكلم عن عمق تاريخي تراثي لهذه المنطقة المنطقة يكفينا فخرا أن نتكلم عنها الحطيئة قبل 1200 سنة ويعني بدأ الحطيئة شاعر معروف في الجاهلية وكذلك في عصر الإسلام في صدر الإسلام أحد أبناء هذه المحافظة هو الحطيئة هذا الحطيئة يعني تصور أخوي عبد العزيز أبكى الخليفة الراشد الثاني اللي هو الفاروق كيف أبكى الحطيئة كان يهجو كل من أمامه فقام الخليفة عمر بن خطاب حقيقة وسجنه فأثناء السجن قال له قصيدة القصيدة هذه وصلت إلى الخليفة الفاروق فقال له قصيدة كبيرة من هذه القصائد يقول ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ مرخ هو وادي مرخ الآن يسمونه في الزلفي فيقول زقب الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم اللي هو يعني مصدر رزقهم ألقيت كاسبهم في عقر مظلمة فاعفوا فاعفوا عليك الله أو فاعفوا سلام الله عليك يا عمر فأدمعت عين عمر وحقيقة عطاه مبلغ وقال لا تهجوع العالم وراح إلى مرخ فهذا حطيعة قبل 1200 سنة صحيح ومما ذكرت مهندس طلال أنه هذا العمق التاريخي للزلفي والعمق التراثي على مدار مئات وألاف السنين سؤالي هنا عن هذه الزيارة التي نشاهد جزءا منها في الشاشة معكم مشاهدين الكرام كيف كانت أحداث هذه الزيارة أبرز الفعاليات التي والأماكن التراثية التي قمتم بزيارتها حقيقة يعني أنا أقول أنه حقيقة الزلفي مكان قير إنه استراتيجي مكان طال أمرك فيه تنوع مناخي كيف تنوع مناخي إن بقيت الجبال فتلقى الجبال على عيدك اليمين تلقى جبل طويك وعلى عيدك الشمال تلقى حقيقة اللي هو يسمونها الرمال الذهبية اللي هي نفوذ ثويرات وبين هذه بين الجبل هذا ونفوذ ثويرات في شيء يسمونها عينج زرة وهو الذي تم جزر طويك في هذا المكان مكان تاريخي عميق ذكره يأقوت الحموي من في يعني من مئات السنين نتكلم عن حقيقة وادي سمنان وادي ذلك الوادي الجميل المحاط في النخيل وادي حقيقة يصر الناظرين حقيقة إن جيته يصرك فمنطقة تأسرك عندك طال أمرك اللي وادي عريرا وادي اللي تكلم عليه حقيقة كثير من الشعراء في هذا المهد نتكلم عن روضة سبالة وما أدراك ما روضة سبالة نتكلم عن يقولون يقولون السعودية سنة سبالة حين شفناها بمعينها روضة سبالة فسبالة جميلة جدا في خضارها فأنا أبغى أوصر رسالة إلى كل من يعشق يعشق حقيقة الكشتة يعشق الرحالة يعشق الأماكن الجميلة يعشق الروضات العقل عندنا شفنا حقيقة قرية من 150 سنة وهي قرية العقلة تكلم عن رأينا حقيقة أخوي عبد العزيز آدات وتقاليد جميلة جدا في هذه المنطقة يعني نتكلم عن قرية علقة التراثية التي تتكلم عن 200 أو 150 سنة 1290 بالهجري يعني تتكلم عن 250 سنة هذه القرية القرية الجميلة التي مترابطة جدرانها القديمة ممراتها الجميلة أنا أتوق أنا أقول أنه لا تكفيني حقيقة حلقة والحلقتين صحيح في هذه المنطقة التي تأسرك بجمالها بطبيعتها الجذابة صحيح ومثل ما ذكرت هذا الامتداد التاريخي من هذه المشاهدة التي نشاهدها وإياكم مشاهدين الكرام نواصل معك مهدس طلال الحديث عن هذه الزيارة وأيضا عن أبرز مشاريع جمعية سفراء التراث ولكن إذا سمحت لي وسمحتموا لي مشاهدين الكرام بعد وقفة قصيرة نعود وإياكم أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم الأسبوعي المجد الوطن الذي يشرف بمشاهدتكم عبر شاشة المجد العام وكذلك عبر يوتيوب شبكة المجد كنا قبل الفاصل نتحدث عن جمعية سفراء التراث وزيارة الأماكن التراثية والتاريخية في محافظة الزلفي ومع المهندس طلال الشرهان رئيس مجلس دارة جمعية سفراء التراث مهندس طلال وكر الترحيب بك في المجد الوطن كان الحديث قبل قليل عن محافظة الزلفي في الفتر القادم بإذن الله وذكرت أنه ستكون هناك 25 زيارة ضمن زيارات جمعية سفراء التراث الأماكن القادمة المواقع القادمة أين ستكون وما هي المعايير التي تبنون عليها اختيار هذه الأماكن حقيقة أخذت جمعية سفراء التراث لديها فريق أول شيء متميز مبدع حلنا نتماشى دائما نتماشى مع حقيقة مقام وزارة الثقافة وهيئة التراث ما يعملون وزارة الثقافة وهيئة التراث من إنجازات حلنا كجمعية سفراء التراث نبرزها بطريقتنا وأسلوبنا اللي ما اعترف عليه أو اللي نعرفه في جمعية سفراء التراث من ضمن أهداف حقيقة جمعية سفراء التراث أنها تزور المناطق التي حقيقة اعتمدتها وزارة الثقافة وهي التي حقيقة دخلت أو سجلت في المنظمة العالمية للنيوسكو هذه المنظمة حقيقة لها مواصفات وشروط لجميع المناطق التي تحب أن تدخل في هذه المنظمة حين نطال أمرك بالنسبة لنا اخترنا الجهات بطريقة أن ندعم الملفات التي تقوم فيها حقيقة وزارة الثقافة وأيضا هيئة التراث لإبرازها إلى المجتمع وأيضا لإبرازها إلى العالم وحقيقة ما تقوم به وزارة الثقافة حين نعملها حقيقة استراتيجية كبيرة في هذه الجمعية لإبرازها حقيقة محليا وإقليميا وعالميا جميل ما شاء تبرك الله وهذه الجهود بالتأكيد أنها جهود البداية ولكنها سوف بإذنة تضاعف في الفترة القادمة سؤالي ذكرت قبل قبل أن هناك ما يقالب لـ 25 مشروع الزيارات للمدن هي مشروع واحد فقط من 25 مشروع وش أبرز المشاريع الثانية التي تقوم بها جمعية سفراء التراث سفراء التراث أخي عبدالعزيز وحقيقة والمشاهدين الكرام أول ما بدت حقيقة مثل ما قلنا بدت في استراتيجية إعلامية شاملة واحد عندها 25 مشروع نوعي أحد هذه اللي احنا ذكرناها اللي هو زيارات الميدانية وعلينا 25 زيارة ميدانية تنقسم 6 شهور في نتكلم عن مناطق الرياض والشمال وستة شهور الأخرى نتكلم عن في الصيف في مناطق الجنوب هذه واحد اثنين نتكلم عن مشروع وعندها برامج ومن ضمن هذه البرامج عندنا شبه الضوء وكذلك عندنا يوميات رحالة وأيضا عندنا دوانية سفراء التراث وكذلك عندنا برنامج أول ما بدنا فيه وهو برنامج التعريف بتاريخ وتراث المملكة العربية السعودية والذي حقيقة استمر لمدة شهرين بالتعريف عن جميع مناطق المملكة والمميز في هذا البرنامج أنه يتكلم المؤرخ في هذا المنطقة يتكلم عن منطقتها يتكلم عن تاريخها عن عمقها التاريخي تاريخها عمقها الجغرافي ارتباطها الوثيق عداتها تقاليدها كذلك حرف الحرفيين هذا المشروع مشروع التعريف بأماكن التراثية والثقافية في المملكة كيف يتم تنفيذه هل هو في منطقة واحدة أو مختلف في المدن طال أمرك هذا طال أمرك حتى جمعية سفرات تراث عندها أكثر من مشروع المشاريع في التواصل الاجتماعي هذا جزء لأننا مستهدفين جميع التواصل الاجتماعي أي شخص يبقى يشاهد أي شيء بنتاج وبرنامج جمعية سفرات تراث من خلال التواصل الاجتماعي أيضا عندنا ملتقيات حقيقة عملنا ملتقيات في عام 2023 الملتقى الأول هو التعريف عن جمعية سفرات تراث وعن الاجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين في هذا المجال في قرضة الرياض يعني أخوي عبد العزيز عندنا متنوعين في جميع حقيقة البرامج النوعية في جمعية سفرات تراث ومن ضمنها إن شاء الله خلال الشهر القادم سيتم انطلاق أول مسابقة وهي مسابقة أجمل صورة في جميع مناطق المملكة وكذلك أجمل فيديو وتحديدا حددنا هذا الوقت لجمال المملكة العربية السعودية في هذا الوقت نستقل هذه الأجواء الجميلة نستقل هذه المناظر الخلابة لتصديرها إلى الآخر إلى العالم أجمع جميل على مستوى الزيارات الميدانية لمناطق المملكة الموقع القادم ممكن نعرف وين حيكون ولا باقي والله لا ما يخف عليكم حقيقة الحمد لله بعد ما انتهينا على طول من قبل الأسبوع على طول بدأنا في التفكير في زيارتنا المحطة القادمة وهي وجهتنا إن شاء الله وجهتنا شمالية شوي ماخذينها بالشمال شوي فوجهتنا إن شاء الله بوابة الشمال يسمونها عروسة الشمال عجل حايل يبعد حي يا سلام الزيارة القادمة يلحيل إن شاء الله وجهتنا حايل يبعد حي هذا الوسم الآن إن شاء الله سيطلق باسم وجهتنا حايل يبعد حي بحول الله ماشاء الله تبارك الله كل هذه الجهود صراحة مشكورة ومقدرة وبإذن الله نشهد آثارها في إبراز المعالم التراثية وثقافية في المملكة العربية السعودية مهندس طرال إذا سمحت لي والوقت يدهمنا بكلمة أخيرة في ختام هذه الاستضافة أنا أقول أول شي أنا أشكركم حقيقة أشكر هذه القناة المتميزة قناة المجد وأشكر حقيقة هذا البرنامج الجميل والرائع واللي حقيقة يمس يعني وطننا والمجد إن شاء الله والحزة والفخر لوطننا وإن شاء الله حنا مستمرين مثل ما قال سمو ولي الأهد حنا مثل جبل طويق شموخنا آلي وإن شاء الله جمعيتكم جمعية سفرات تراث لديها همة لن تنثني إلا أن ثناء جبل طويق وتساوى على الأرض إذن نشاهد نتائج وثمار هذه الهمة التي تعودنا عليها من أبناء الشعب السعودي المهندس طرال الشرهان رئيس مجلس دارة جمعية سفراء التراث شكرا نزيل لك على وجودك معنا شكرا لك متواصل معكم مشاهدة الكرام في إنجازاتي